الغشاء البلازمي غشاء الخلية أو ما يعرف بالغشاء البلازمي أو الغشاء السيتوبلازمي هو غشاء حيوي رقيق يحيط بمكونات الخلية من سيتوبلازم وعبيات ونواه ويحميها من المؤثرات الخارجية والجراثيم يعمل كمنفذ انتقائي للآيونات والعناصر الغذائية حسب حاجة الخلية فينظم حركة مرورها من وإلى الخلية وهو مكون من طبقتين من الدهون الفوسفاتية مغروس بها بعض أنواع البروتينات وبعض البروتينات الأخرى تتواجد على سطح الغشاء الخارجي أو الداخلي وتسمى بالبروتينات الطرفية بالإضافة إلى وجود السكريات التي تكون مرتبطة ببعض البروتينات الطرفية والتي تسمى بالبروتينات السكرية وتم نقل الآيونات والعناصر الغذائية عبر الغشاء الخلوي بعدة طرق وهي الطريقة الإسموزية أو الانتشار الخلوي البسيط بالقنوات البروتينية عبر الخلوية أو عن طريق النواقل البروتينية بالابتلاع الخلوي بتشكل فجوة أو انبعاد في الغشاء الخلوي ليدخل فيه ما يراد إدخاله إلى الخلية